سوداني يزور إسرائيل في تفاصيل الخبر كشفت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن مبعوثاً خاصاً من مجلس السيادة السوداني زار إسرائيل أمس الأربعاء سعياً لتعزيز العلاقات بين الخرطوم وتلابيل أضافت الإذاعة أن المبعوث السوداني الذي يزور إسرائيل سراً التقى بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية ولم يصدر تأكيد بعد من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية نقلت صحيفة جيرولزيان بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله أن زيارة المسؤول السوداني تهدف إلى الدفع قدماً بتطبيع العلاقات بين الجانبي يذكر أن وفداً أمنياً إسرائيلياً كان قد زار العاصمة السودانية الخرطوم قبل ثلاثة أسابيع التقى بمسؤولنا هناك بدايةً كيف تقرأ توقيت الزيارة ومن المسؤول المعني هنا؟ التوقيت الزيارة جاء في وقت بعضنا ارتفعت صوات عديدة بأن إسرائيل بتدعم الإنجلاب وده نقلته عدد من الصحف والغنوات الإسرائيلية يعني نقلت الدعم أو رفض الناس الشعب السوداني لوجوف إسرائيل مع الإنجلابين أيضاً الزيارة بتجي في توقيت الغريب في الأمر أنه نحن كالصحفيين أو المراغبين بنسمع بالأخبار بتاعت الزيارات دي من الوسائل الإعلام الإسرائيلية هنا في السودان في المؤسسات الإعلامية أو الحكومة ما بنسمع أي خبر عنده علاقة بزيارة وفد الإسرائيل زي ما تقرأت لنا عسل الخبر قبل ثلاثة أسابيع جاء وقت الرفيع على المستوى للسودان توقيت الزيارة أيضاً مهم بعد الإنجلاب لليل حوالي أربعة شهور والأوضاع الاقتصادية تفاقمت تماماً أنا جاي هنا للسيد وركبت المواصلات وشفت شكوة الناس مر الشكوى من زيادة الأسعار بتاعت الوقود وده واحد من الملامح اللي تخليك أنت بتجيف تلامس قضايا طيب هل إسرائيل ستقدم حلاً في هذه الملفات الأقتصادية؟ والله في منذوبة أمريكا في الأمم المتحدة كشفت عن أنه قبل الزيارة المبعوث الأمريكي للغرن الأفريقي الذي زار إسرائيل مؤخراً أنها طلبت منهم يلعبوا دور في عودة الانتقال للسودان كذلك مساعدة وزيرة الخارجية مولي فيه أيضاً أكدت على إسرائيل أنها تلعب دور لعدة الحكومة الانتقالية بغيادة مدنية وده واضح جداً في زيارة المساعدة المبعوث الأمريكي لكينيا ومصر والأمارات وإسرائيل دي كلها عوامل خارجية دفعت في اتجاه أنه إسرائيل تتدخل لعودة الانتقال الدموقراطي المدني في السودان إسرائيل لديها مصالح في السودان بين هذه المصالح السودان في الجغرافية السياسية موقع موقع استراتيجي ومهم جداً المطلع للبحر الأحمر دفع بسيطرة على حركة التجارة والتنافس واضح جداً في التنافس الغليم والعالم طيب الحديث عن مبعوث خاص ولم يذكر اسم المبعوث الخاص من الحكومة السودانية ومن مجلس سيادة السودانية واجب في تواصل الاجتماعي في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام البارحة أنه نائب رئيس مجلس سيادة محمد حمدان دبلو حمدتي هل هذا صحيح؟ لما اطلع على وسائل الإعلام أنها أكدت علي ذلك ولكن من الواضح أنها شخصية رفيعة المستوى بحسب ما قالته وسائل الإعلام الإسرائيلية ولكن في النهاية يظل أن التدخلات بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي للحزب الشيوع السوداني تحدث عضو اللجنة المركزية الدكتور صالح محمود وأشار لدول بيعينها من بين إسرائيل أنها تغف خلف دعم الإنقلاب ويتقدم دعم والسابورت للعساب طيب لماذا تصر الحكومة على سرية التعامل مع ملف العلاقات مع إسرائيل؟ الحاجة دي متكررة دائما هي ظلت تتكرر ولكن إذا جئنا لمحطات التسلسل بتاع تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إكتوبر 2020 سودان الحكومة الانتغالية في الوقت ذات أعلنت أنها بصدد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وذي خلقت أزمة كبيرة داخل مكونات الحرية والتغيير وأيضا زار البرهان عن تبي ويلتغى بشخصية رفيعة المستوى وكذلك في أبريل 2021 مجلسي السيادة ومجلس الوزراء ألقوا قانون تطبيع مقاطعة إسرائيل إذن في محطات تم الإعلان عنها متسلسلة ولكن بعد ما بعد الإنقلاب بقت الزيارات غير معلنة وما في وسيلة بتاعة الإعلان بتتحدث ولكن تاريخيا بالسرد اللي أنا سردت لك ده المحطات بتاعة 2020 و2021 دي كانت فيها خطوات معلنة وواضحة أيضا السودان من النقاط المهمة في 67 السودان كان يحتضن غمة بعد هزيمة العرب في الحرب ضد إسرائيل وخرجت اللاءات السلاسة في الوقت داك لكن الآن جرت زي ما بقوله السياسيين نياه كثيرة تحت الجسر الآن وصلنا لمرحلة ما بعد الحكومة الانتغالية الأولى والثانية والآن ما بعد الإنقلاب حصلت متغيرات عديدة في الفترة القريبة الحالية دي وفي الفترة الجاية طيب تغيب الشعب السوداني عن قضية تمس حاضره ومستقبله وممكن تمس أجيال بحالها هل تستطيع الحكومة الآن بشكلها الحالي تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني أو مع إسرائيل إن صحت هذه الدولة هي ممكن تطبيع العلاقات ولكن بدون رضا الشعب السوداني لا ممكن أن تكون وصع عليه أنت لابد من مشاركتك له فلذلك إذا تم التطبيع مع إسرائيل في قطاعات مؤيدة على التطبيع من السودانيين وفي آخرين رافضين ولكن الآن في ظل ما يتردد من الدعم الذي يقدم إسرائيل للانقلاب ده حيكون حجر عثرة أمام أي خطوة للأمام فلذلك في تقديري حتى إسرائيل إذا دارت تمشي في الاتجاه ده بيكون واحدة من الأسباب اللي يجعل إنها تتوقف من المضي في استكمال التطبيع أيضا هناك يعني ما في برلمان لإجازة يعني خطوة كبيرة زيدي ما في برلمان الآن ما في مجلس وزراء يعني حكومة مشكلة ربما تكون هذه الزيارة الهدف منها زي ما استمعنا لمنذوبة أمريكا في الأمم المتحدة ومساعدة وزيرة الخارجية إنه أمريكا دائرة تدفع إسرائيل للحديث مع المكونة العسكري في السودان يعني العودة للحكم المدني الانتغالي